الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار السلام عليكم الله وبركاته الحمد والكفاء والسلام عليكم جاء في القرآن الكلام على درجة ودرجات بل جمعهم الله جوال في آية واحدة قال الله تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيمة فهنا جمع الله بين درجة ودرجات قال على القائدين درجة يعني ارتفعت درجة وكل وعد الله الحسنى ثم قال درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيمة في المقام الأول عندما أفرد درجة هنا قال 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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة في الدنيا في الدنيا فلما كانت في الدنيا ولأنها الدنيا قليلا لكن لا بد أيضا المكانات وترتفع فناسب أن تكون درجة نعم وهنا قال وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات لما تكلم في الأخيرة وتعلم أن الأخيرة جنت ونهر في مقاعد صدخ عند مليك مقتدر كما قلنا أنه يملك في الأخيرة يملك عظيم الأمر في الأخيرة في هذا الباب وأيضا جاء في القرآن دار وديار مفرد جمع ونظرنا على المناسبة ولذلك قلت يعني مما مما يدعنا نرفض المجاهز نقول الكلمة معناها ليس في ذاتها الكلمة معناها ليس في ذاتها الكلمة معناها في سياق في قرآنها حتى تتجلى وتوذر ما السياق يوذر ما ما المراد ديار وديار قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كانت زلزلكة الرجفة دمرت نعم لكنها ليست واسعة ليست واسعة المجال ليست قوية البتش لذلك أفرادها فأخذتهم الرجفة وحدة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لعن نشوف الآية الأخرى على قوم الآخرين قال الله تعالى وأخذت وأخذت الذين ظنموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين هنا الصيحة جاءت من السماء زلزلة من الأرض قال وأخذت الذين ظنموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين والجمع هنا في آية هود لأنها جاءت من السماء فكانت أقوى وأوسع وأشمل وأعم فانظر السياق بينك ذلك وهذه لفتات بيانية في كتاب ربنا جل في علامه لفتات بيانية في كتاب الله جل في علامه الريح ورياح وهذه قد صرد أو قد درج على بعض المفسرين يقولون والتفريق بين الريح ورياح إذا وجدت الريح قد أتت تأتي على العذاب الريح ورياح الرياح في الرحمة والعذاب في الريح هذا التفصيل جيد لكن عند التتبع فسنجد أن الريح أيضا جاءت على الرحمة يعني الريح أيضا أتت على الرحمة لم يكن وقفا على العذاب والتفصيل في هذا الباب أن الريح أتت أن العذاب لا يأتي إلا مع الريح يعني العذاب لا يكون إلا مع لفظ الريح والرياح لا تتأتى أيضا إلا على على النعمة عن منا الرحمة الرحمة إذن الريح تأتي على الرحمة الريح تأتي على العذاب وقد تأتي الريح أيضا على على الرحمة هذا التفصيل السديد مع السياق في هذا الباب قال الله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف أشاء ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف أشاء ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وقال تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفر فقلنا الرياح جاءت جاءت على النعمة وجاءت على المطر وقال الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف أشاء ويجعله كسفا فتر الودق كل هذه نعم ولذلك قال إذا هم يستبشرون إذا هم يستبشرون وقال ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون وورد في الحديث نعم اللهم جعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وفيه وفي الإسناد كلام لكن حقيقة الأمر الريح تتفق مع العذاب والريح رحمة وقد تأتي الريح بالرحمة لكنها قليلة لكنها قليلة أيضا من ذلك السمع والأبصار جاء في القرآن السمع والأبصار وهنا الآية هو أبو الريد أتى بها وجعلنا بهم بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف فهذه دلت على أن الريح تأتي تأتي في الخير وتأتي أيضا بالعذاب يعني بالرحمة والعذاب لكنها قليلة في الرحمة قليلة في الرحمة أكثر وتأتي في العذاب والريح لا تتأتي إلا في في الرحمة والسمع والأبصار إفراد السمع تعالى قل ما يرزقكم من السمع والأرض أما يملك السمع والأبصار قدم السمع للأبصار مفرد على الجمع وهذا لها لفتة أيضا بيانية في هذا الباب قال أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحية من الميت يخرج الميتة من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وأيضا قال الله تعالى والله أخراجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال الله تعالى هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفق فيه من روحه ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقد أفرض الله السمع وجمعة الأبصار في القرآن الكريم لأمور كثيرة بالاستقراء لأنه لا من السمع كما قال الطلبة العلم أولا جهاز السمع والاتزان عند الجنين يكتمل فهم سبعة أسابيع بينما لا يرى الطفل الوليد مباشرة إلا بعد مرور حوارة 18 يوم مجال السمع مقداره 360 درجة على مكانه استقراءا بينما مجال البصر على 180 درجة لذلك قدم السمع على البصر الطفل فقد السمع لا يمكنه تعلم الكلام لأن تعلم الكلام يتأتى بالمحاكاة عن طريق سماع المحيطين بينما استعى الطفل الأعمى أن يتعلم عن طريق السمع كما أن المشاهد التي يراها البصر متعددة خلاف السمع في التركيز يعني فإذن هنا نرى اللفتة البعينية في تقديم السمع على البصر بذلك بل والإفراد والجمع من أجل هذا لأنه التعدد المشاهد ناسبت الجمع البصر أيضا ذلك وذلكم الإفراد والجمع كما قلنا ذلك وذلكم وهذا أيضا جاء في كتاب ربنا ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الخطاب الأول في سورة البقرة جاء بها بضمير المخاطب المفرد وهو للنبي صلى الله عليه وسلم وقدم خطابه مفردا تشريفا له وتكريما ثم عمم الخطاب ليشمل الأم جميعا سبحانه وهنا أيضا تلد الفتاة في هذا الباب قال يا أيها نبي خطاب للنبي يا أيها نبي إذا طلقتم النساء إذا طلقتم النساء فعمم بعدما أفرد من ذلك العلة حتى يظهر أن التشريع عام وأن الأحكام لا تخص وأن الأحكام لا تخص فانظر هنا قول الله يا أيها نبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لأدتين وأحصل عدة واتقوا الله ربكم يا أيها نبي مفرد إذا طلقتم بيانا أن الأحكام لا يمكن أن تأتي على الأيان بحال من الأحوال بحال من الأحوال ولذلك قال الله تعالى ذلكم أذكى لكم وأطهر على مسألة التعميم والتشريف أيضا يكون إذا كان خطاب للتشريف الإفراد للتشريف لكن الحكم يكون في التشريع على التعميم ولذلك قال ذلكم يوعظ به ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم واليوم الآخر من ذلك أفراد الضمير وجمعه كما قال الله تعالى ومنهم من يستمعوا إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرأ وأن يروا كل آية الله يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ثم قال في الآية الثانية قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمة ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون فالآية الأولى آية الأنعام نزلت في أبي جه والنضر ابن الحارث وشيب ابن ربيعة وهم قلة وجاء ضمير المفرد مناسبا لعددهم قليل ومنهم من يستمعوا إليك إلى آخر الآية أما في آية يونس ومنهم من يستمعون ومنهم من يستمعون إليك فيعم في جميع الكفار فناسب ذلك التفريق بين القلة وبين الكسرة ولما أفرت أيضا في مسألة النظر قال ومنهم من ينظر ما قال ينظرون قال ومنهم من ينظر كان الإفراد هنا لأن هنا ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا يبصرون لأنهم كانوا يستهزئون والاستهزاء والمستهزئون خلة الكافرون كثرة لكن المستهزئون خلة لذلك ناسب أيضا أن يكون فيها الإفراد لو دققت النظر جدا سترى براعة وبيان البراعة البلاغية والبيانية نصحة التعبير في القرآن تذهل القلب وتشبع الروح والعقل فنسأل الله للفعلاء أن يجعلنا من خدام كتابه الجليل لذلك يعني هذا أوزع في قلبي أن نأخذ تفسير آيات إشكالات لابن ثمية حتى نعرف أيضا الوجوه البلاغية والبيانية وأيضا إجماع الكلام على الجمع بين ما كان من الآيات من ظاهرها التعارض أو ما أغلق على العقل وعدم فهمه يكون إن شاء الله سهلا يسيرا بمثل هذه المادة بإذن الله تعالى وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نعَلَةِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نعَلَةِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقِيَ الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لية ربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا